أريج الورد يعدم في الفلات ولا يرضى الأكارم بالفتات بنات المجد هم قوم تساموا وعاشوا بالهدى خير البنات حياة القلب والأرواح بشرى لمن نشط شذا روح الحياة فما معنى الحياة بغير روح وما روح بغير هدى الحياة إذا كانت حياة المرء باحر يموج فروحه فلك النجاتي نجات الروح في القرآن نادت عليك وفي هدى خير الهدى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوذ رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يتجدد اللقاء معكم في برنامجكم روح الحياة حلقتنا اليوم بعنوان بين الشورى والاستبداد بين الشورى والاستبداد لابد أن نعلم أمرا مهما أنه نحن في عقيدتنا كمسلمين ليس لمخلوق أن يفرض على أمته رأيه الخاص وأن يصدر أحكامه واتجاهاته عن فكرته الخاصة غير آبه ولا ملتفت ولا معتبر لأولي الفهم وذوي البصيرة وأولي الحزم والعزم بمعنى يؤله نفسه وهذا الشخص مهما أوتي من مواهب ومهما أوتي من سعة في تجاربه ومهما أوتي من سداد في نظره ومهما أوتي من ملكات لا يجوز له أن يعرض أو يتجهم أو يستخف أو يطرح الأراء المقابلة له لا يملك إلا أن يلجأ إلى المناقشة والحوار والإقناع المجرد والمناقشة الحرة في ترجيح حكم على حكم أو تغليب رأي على رأي طبعا الغرب ظهر فيه زعماء مستبدون يعني عبر طريقهم كان هؤلاء المستبدين على جانب كبير من العبقرية والإقدام وكانوا يتحرقون إخلاصا لأوطانهم وحمية لإعلاء شعوبهم لكن هذه الميزات وهذه العبقرية ذهبت سدا ويعني انتهت وراحت بددا ضاعت لماذا لأن هؤلاء القادة المستبدون الغيونون على أوطانهم وعلى شعوبهم تملكهم الاعتداد الأخرق بالرأي وتضخم الأنا وفهم الزعيم أنه هدية القدر إلى الشعوب يعني أنا نعمة من الله عليكم مدام هو هدية القدر للشعوب وللبلاد وللشعب إذن لابد أن يصير كل شيء إلى تقديره وأن تزدرى كل الخطط إلا خطته مدام هو اللي قولها لماذا؟ نتيجة هذا الاستبداد نتيجة هذه الأنا ولذلك عبر تاريخ الغرب تلاحظ كيف سقطت ألمانيا وسقطت إيطاليا وهذه كان لما فشل هتلر وفشل موسيلين وهم رجال ظهروا في العصر الحديث يعني الحكام المستبدون في الشرق عند العرب وعند المسلمين يعني يعتبرون أطفال العابثين إذا قيسوا إلى أقدار هؤلاء الزعماء المهزومين فالسبب الفشل هو الاستبداد الذي قتل الذكاء وقتل الإبداع ونكب شعوبا مثقفة وبارعة كانت عندها فرصة فهؤلاء كهتلر وموسيلين أو لا غيرهم الزعماء الصور الزعماء الصور في الشرق يعني هؤلاء يقودوا في أمم واهنة ومتهالكة ما بأولى الاستبداد حيدمر الأمة لذلك لا يجوز لأمة ولا يجوز للأمم أن تضع مقاليدها في أيدي حاكمين بأمرهم يعني أنا وبعد الطفال مهما ادعوا من قدرة وذكاء ليش نقول في الكلام هذا لأنهم لن يكونوا أذكى عقولا ولا أنقى قلوبا من صاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم صاحب الرسالة العظمى محمد صلى الله عليه وسلم كان السيد الزعماء وكان إمام البشر لكن كان يستشير أصحابه يستشير أصحابه وينزل على رأيهم ويترك رأيه إذا كان فيه صواب في الأمور الدنيوية والحياتية فبأي حق يجي إنسان إنسا أو جنا لينفذ رغباته المجنونة ويعني يوضع الشعب والوطن في ذاته في بوتقته ويصهر ولابد أن تدين له الأمة بالخضوع وإن لحاقت بها اللعنات والعياذ بالله هذا كله من الخطل ومن الجهل يعني سيد الزعماء كان يستشير أصحابه من باب أولى هؤلاء الصغار الصور يعني نعطيك مثال لما في غزوة الخندق لما أحدق المشركون واليهود وحاصروا المدينة وحاصر المسلمون في دورها وأزقتها وشوارعها وأصبح هناك قارج المدينة جيش المشركين وداخل المدينة بني قريضة لما خالت وأصبح في نوع من الخوف وصف القرآن هذه الحالة النفسية لما قال إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون تظنون بالله الظنون هناك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا في هذه الأزمة العصيبة الوحي لم ينزل الآن اجتهاد النبي عليه الصلاة والسلام اجتهد بعملية إغراء لبعض القبائل بفك الحصار القبائل التي جاءت يعني كما تقول هي قبائل قائمة على النهب والسلب والغنيمة تأتي من البادية وتدخل على المدن الحاضرة وتنهبها هذا ما حياتهم هكذا طيب فالنبي صلى الله عليه وسلم هما جاءين زي المرتزقة النبي عليه الصلاة والسلام اراد ان يفك هذا الحصار ويفتت الجبهة الداخلية لدى المشركين فاغراهم بان يكون لهم ثمار يثرب جعل لهم جعلا قيمة يعني جعل نسبة من ثمار يثرب فبعث الى عيوين ابن حصن وبعث الى الحارث ابن عو فهما قائد غطفان وعطاهما ثمار المدينة انتاجها يعطوكم الثمار على ان يرجعا بمن معهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه فجرى بينهم الاتفاق ولكن يعني لما كتبوا هذا الصلح لم تقع اشهاد عليه فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا قبل ما يشهد عليه ويحسم عرض الامر على السعدين سعد بن عباد وسعد بن معاد واستشارهما هنا هو سيد الزعماء يستشير واخبرهم ماذا يريد ان يفعل يحسب جسرنا بذلقى القبائل جاهزة نحن جايين لندنا قضية لايدولوجية وينك ينهب نسرقوه ننهب المدينة خشوا عليها نسرقوهم ونديروا ثرواتنا بهالطريق طيب فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد بن معاد والسعد بن عباد ما الذي يريد فعله اول شيء سألوه قالوا لا يا رسول الله اشيء امرك الله به لابد لنا من العمل به هم الان بيتريثه هل هو وحي وحي ما فيش مشورة ام امر تحبه تحب ان تصنعه لنا ام شيء يعني تريد تخفف علينا ام شيء صنعته لنا فالنبي عليه الصلاة والسلام قال بل شيء صنعت اصنعه لكم والله لما رأيت العرب رمتكم عن قوس واحدة اشتموا عليكم وكالبوكم من كل جانب فاردتوا ان اكسر شوكتهم خليني انفتت الجبهة الداخلية بتاع المشركين نشري ذمامهم بالفلوس وهذا ما لما عندهم مش قضايا معا لي يدفع اللي ما عندهم مش قضايا وهدف ومبدأ معا لي يدفع كان هذا دفع على يقاتل هنا كان دفع على يقاتل هنا كان دفع على هذا يغني هذا ما الدورهم يعني ما تعتمدوش عليه مرتزق على كل مكان فسعد ابن معاذ لما علم ان النبي عليه الصلاة هو شيء صنعه ليفق ويخفف من وطأة الحصار عليهم قالوا يا رسول الله قد كنا نحن وهؤلاء القوم على شرك بالله وعبادة الاصنام لا نعبد الله ولا نعرفه نحن ويهم ولم يطمعوا ان يأكلوا منا ثمرة واحدة الا قرى الا ضيافة فحين اكرمنا الله بالاسلام وعزنا بك نعطيهم من اموالنا ما لنا بهذا من حاجة قال لا هذا الرأي انا بده هو مش وحي ورايك والوحي الساكد ما لنا بهذا من حاجة والله لا نعطيهم الا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انت وذاك شاف الجفة متماسكة وان الامر لما استشارهم فسعد رضي الله عنه ابن معاذ اخذ الصحيفة فمح ما فيها من الكتابة وقال ليجهدوا علينا خليهم تقول الحرب لاحظوا الآن سيدة الزعمة ما استبدلش برأيها اشاور الوحي ساكد هذين امور حياتية السياسة الحكم الامور التجارية انتم اعلم امور الدنيا شؤون الحرب ما قالوا هذا اللي يقول ها ماشى والله هذا السقر الوحيد والله هذا الملهم والله هذا المؤيد لا لا فيعلم فيهم شوف في غزوة بدر الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يعني في غزوة احد عفوا في غزوة احد يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده رأي واعجبه رأي في غزوة احد انه يقاتل داخل المدينة كان يقاتل داخل المدينة بين زقة المدينة ويستدرج ويستدرج جيش المشركين داخلها ليقاتلوهم في الشوارع حرب الشوارع من فوق الدور وعرض على الناس ان يقضوا بهذا الرأي لكن الاغلبية والاغلب كانوا شبابا متحمس وسيما الذي لم يذهب الى بدر وانتم بدر عارفينها يعني تقدير الله صلى الله عليه وسلم لم يكنوا يعدوا في الخروج الى غزوة في بدر كانوا ماشي للعير لكن قدر الله امر آخر فوجعتهم انهم هم ممشوش غزوة بدر فاخذتهم الحماس قالوا لا يا رسول الله اخرج به يعني من حب للقاء القوم حتى النبي صلى الله عليه وسلم دخل منزله ولبس لأمته يعني لباس الحرب وخرج مستعدا للنزال ندموا هم ندموا قالوا لعلنا اكرهنا رسول الله بئس ما صنعنا نشير عليه والوحي يأتيه طبعا في الامر هذا الوحي ساكن ما تكلمش الوحي الان امور دنيوية هو القائد هو رئيس لكن ما كانش مستبد برأيه فقاموا اعتذروا اليه وقالوا نرضى ما ترضى يا رسول الله فقالوا اصنع ما شئت فقال عليه الصلاة والسلام لا ينبغي للنبي اذا لبي سلامة الحرب ان ينزعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه اذا هنا عليه الصلاة والسلام علمهم اذا عزمت فتوكل الله استشار وكذا رغم ان رأيه هو البقاء داخل المدينة لكن ما استبدش برأيه شاف الاغلبية وكره ان يفتات عليهم او يصادر اراءهم او لما جهز نفسه ولبس وعزم كره يعني هو لم يكره لقاء العدو هو الخلاف اي لا نلاقي العدو داخل المدينة وخارج خذ لك في غزوة بدر صحراء فالنبي عليه الصلاة والسلام اختار موقع فجاء الحباب بن منذر قال يا رسول الله اهو وحي انزلكه الله هذا الموقع والموضع مكان هذا انزلكه الله ام هو الرأي والحرب والخديعة بل هو الرأي والحرب والخديعة قال ما هذا بالمنزل فغير موقع الاستراتيجي في غزوة بدر لموقع اخر اخذ برأي الحباب ابن المنذر رضي الله عنه وايضا في اسرى بدر اول قضية اسرى اخذي استشير واحد قال نقبل العفو واحد نقبل الفدية ونقوّل اقتصاد ونحصنوا اموال ونحن بداية تكوين الدولة وسيدنا عمر قال بل نقتلهم حتى يعلم الناس ان في ديننا قوة فالنبي عليه الصلاة والسلام مال إلى رأي إلى رأي ابي بكر وجمع من الصحابة فعتبه القرآن على ذلك وايضا رأي عمر وقال له ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يذخن في الارض تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخرى والله عزيز حكيم يعني لتقاف المعركة قلت له لكن مسكت أسير ما تقتلش الأسير لا يقتل في الإسلام مش ميدان ميدان لا هذا مجرم هذا اللي قال لكن هذا مجرم ما يعفش الإسلام لا الأسير لا يقتل ومعاملته في الدين معروفة طيب وبعدين الإمامة والدولة ترى المناسب بعد ذلك حكام الأسرة بين العفو والفداء أو القتل لكن مسكت أسير في المعركة قلت له ما يجوز النبي كان يستشير ما كانت مستبد ما قالوا هذا مدام أمور دنيوية هم يسألوا أهو وحي ولا رأي كانوا رأي خلونا تناقشوا هو سيد الزعماء لكن ما قالوا هذا السقر الوحيد ولا ملهم وإنه يعرف حاجات نحن منعرفهون لا يعلم فيهم يعلم فيهم الشورى مهمة خير من الاستبداد لما أذن للمنافقين وجاءوا تخلفوا على القتال فجاءوا يعتذرون فكانوا يقبلوا ظواهرهم ويتركوا سرائرهم إلى الله حتبهوا القرآن إنك تحت الإذن السريعة عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين طبعا هذه التصرفات يعني تتعلق بالناحية البشرية المحظة في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم الوحي الساكن وهي بطبيعتها بدمية طبيعة بشرية تتعرض بطبيعتها للنسيان والتفاوت في تقدير الأمور والتقديم والنظر للعواقب لأن عقل بشر فمحتاج أن النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج لمن يعاونه على الوصول للحق على تعرف الحق على الالتزام به إذا كان أو اهتدي إليه ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حتى في شؤون القضاء قال إنما أنا بشر إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي هو الآن يحدث بشريتك قاضي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو ما أسمع يعني يأتيني وكل واحد يقول حجت وصحب الحج نقضي له فما قضيت له بشيء من حق يا أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار شوف يا أخوة هذا مسلك أعظم يعني رجل مشت قدمه على ظهر الأرض عليه الصلاة والسلام هذا مسلك حتى في سلح الحديبية سلح الحديبية يا أخوة يعني يعني ليس فيه افتيات على حق الجماعة حق الشعب حق الأمة بل نقول كم حاجة ما فيش في السنة افتيات أو مصادرة لحق الجماعة من الخلط أن يستشهد بعض الناس بالأحداث دون النظر في تفاصيلها يعني غزو في الحديبية مشي للعمرة الحديبية لما النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يؤدي هذه الشعيرة الشعيرة ومعه ألف واربعمائة من الصحابة كما قال روى البخاري في صحيحه أن النبي على صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى غدير الأشطاط اللي قريب من حسفان أتهوا عتبة ابن عتبة الخزاعي وقال إن قريشا جمعوا لك الجموع وهم مقاتلوك في السنة السادسة من الهجرة هم مقاتلوك وصادوك على البيت فالنبي عليه الصلاة والسلام هم جاي للعمرة وما عاش سلاح الراكب وقريش تبي تمنع شين قال قال أشيروا علي أيها الناس مشورة ما فيه يلا أنا الوحي ساكت الآن بعدين نزل الوحي نزل يرتب في الأمور الصواب خل لكن تلاحظ قال أشيروا علي أيها الناس أترون أن أميل على ذراري هؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم قال أشيروا علي أيها الناس أترون أترون يبي أسمع الرأي لأن اجتهاد في شؤون الحرب الآن والوضع تغير أترون أن أميل على ذراري هؤلاء الذين عاونوهم فنصيبهم ف يعني فإن قعدوا قعدوا موتورين وإن نجوا يعني تكون عنقا قطعها الله أو ترون أن أم البيت نقصد البيت فمن صدنا عنه قاتلنا شير رأيك في بعضهم ساعدهم نهج معالهم أو انكملوا مشوارنا ونقصد البيت ومن واجهنا وأراد صدنا قاتلنا تلاحظ حاجة النبي عليه الصلاة والسلام وقف لما سمع الصحابة أشيروا عليه أيها الناس قام أبو بكر قال يا رسول الله إنما خرجت عامدا إلى البيت لا تريد قتال أحد ولا حربا فتوجه له توجه له للبيت فمن صدنا عنه قاتلنا قال النبي صلى الله عليه وسلم قمضوا على اسم الله فنفروا تلاحظ تستنتج من هذا إن أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في هذه المرحلة يستشير أصحابه مازال ما فيش الصلح ما زال ما بداش لكن الوحي ساكت معناها شورى قائمة الشورى خير من استبداد بالرأي ما فيش واحد سوبرمان انتبغوا وإن هذا حل المشاكل كل وهذا كان يحكمنة الحل الدنيا ما فيش كاذب هذا في تصور الذهن العقلية العربية اللي عاشت على على قداسة الرجل الوحيد كلا الدول تقوم على المؤسسات وعلى احترام الدستير والعقد الاجتماعي بين الحاكم والمحكوم يمشي حاكم ويحاكم وماشي الأمور وقعد المؤسسات قعدة شمعنا يعني الغرب ماشي معاه نحن مش ماشي معاه وهم تجربتهم بعد الصراع مرير وبعد الدماء وصلوا له نحن عندنا مرجعيتنا العظمى الإسلام والدين اللي قام دولة ما يقول لك هذا إسلام سياسي كيف إسلام سياسي فيش إسلام ما فرطنا في الكتاب من شيء هكي قال الله سبحانه وتعالى ولزلنا عليك الكتابة بيانا لكل شيء فالنبي عليه الصلاة والسلام بالموقف هذا أشير علي أيها الناس أفعل كذا أو أفعل كذا تلاحظ أنه كان يستشير أصحابه ويرسي قواعد الشورى لأن الشورى هي مبدأ واش نظام حكم طريقة والآليات المتركة لاجتهادات الناس والحضرات والأمم تستفيد من بعضها لكن كل أساس على مبدأ وقاعدة الشورى وبعدين اقترع عليهم القتال أو تأتيب الأحلاف الأحلاف اللي اضمموا لقريش فقال لهم نغيروا على ذرار هؤلاء فنفعل بهم كذا وكذا الصحابة آثروا السلم وقام أبو بكر يتكلم وتصد الرأي كتلة كبيرة قال الله رسول الله ما جئت لقتال بل امضي حيث توجهت إليه فمن صدنا قاتلنا فتلاحظ أن يعني الأصل أنه كان الشاور طبعا كل انجلبت الأوضاع وتدخل الوحي والنبي صلى الله عليه وسلم بركت قناقته القصوى وكان يتقدم ويستعد لما يكشف عنه في الغيب كان واجهنا مشركون نقاتلهم ونصدهم ولو كان قتالا دائميا في الحرم ما فيش مشكلة إذا بالناقة تبرك القصوى وحاول النبي صلى الله عليه وسلم يستعدفها بركت قالوا خلعت القصوى يعني حرنت وعجز وما هذا بخلق حاول النبي صلى الله عليه وسلم يستعدف سيرها فأبد فلما قالوا خلأت القصوى قال عليه الصلاة والسلام ما خلأت القصوى وما ذاك لها بخلق ولكن حبسها حابس الفيل يعني هذا أمر وحي ما تدخلش والذي نفسي بيده لا تسألني قريش وتدعوني إلى خطة يعظمون فيها حرمات الله وفيها صلة رحم إلا أعطيتهم إياها ثم زجرها فوثبت ويتسعى هنا الآن النبي صلى الله عليه وسلم في البداية المشورة العامة ورأي الناس مشورة عامة ما فيش الوحي ساكت ثم بعد ذلك تدخل الوحي لما خلأت القصوى والنبي صلى الله عليه وسلم لما قام الصلح وكان في بعض الشروط الجائرة فيما يظهر واعترض قال لعمر عليه الصلاة والسلام إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري يعني خرج الموضوع في المرحلة الثانية لما خلأت القصوى خرج من ميدان الشورى وحدود الاجتهاد إلى الوحي لكن معنى لما يكون شيء وحي معنى الشورى والاجتهاد هو اللي قائد ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لي أبي بكر العمر لو اتفقتما ما خالفتكما سبحان الله لو اتفقتما فهنا في المسألة هنا في البداية كان اجتهاد ورأيه وهم ماضي اتدخل وحي قال لا إذن ما لم يكن فيه وحي قطعي هو ميدان للشورى لكن الحاكم المستبد إذا جاء حاكم مستبد وافتات على رأي الأمة مستشهدا بنصوص ومواقف يقول له هذا يعني هذا جهل منك وحتى بعض يعني محدودين الطلاع محدودين الفقه يعني مرات واحد يعني يتصدر وهو قارئ محدود الفقه يقرأ السيرة ما يفهمه الصح فيزدر فتاوة تؤيد المستبد والعياذ بالله هذا النبي صلى الله عليه وسلم يستشير أصحابه يستشير أصحابه وهو الرجل الذي تكلأه السماء ويؤيده الملاء الأعلى وتصلي عليه الملائكة ويبلغ رسالة الله ويصحبه وينزل عليه القرآن ويقول له إن أرسلناك بالحق بشير ونذير لم يمنعه هذا من أن يلتقط الحكمة من أي إناء وأن يبحث عن الحق من أهل الفطنة والرأي والفقه من صحابته والذي يقرأ السيرة يجدها السؤال هذا الرجل العظيم عليه الصلاة والسلام لماذا يستشير أصحابه لماذا يرسي في قواعد الشورى لأمته هذا نتكلم عنه بعد هذا الفاصل القصير فابقوا معي فما معنى الحياة بغير روح وما روح بغير هدى الحياة فما معنى الحياة بغير روح وما روح بغير مرحبا بكم من جديد مشاهدين الكرام إذن بين الشورى والاستبداد حتى في قوله تعالى وشاورهم في الأمر يعني ما سر هذه المشورى ما سر النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الناس عقلا وأكثرهم جزالة في رأيه وهو المؤيد بالوحي من السماء عليه الصلاة والسلام وينزل عليه الوحي وجوب طاعته على كافة الخلق في محبه وكرهه لماذا يستشير لماذا يقول الله له وشاورهم في الأمر القصد شاورهم في الأمر شاورهم فيما ليس عندك من الله في عهد يعني شيء لم يتكلم عليه الوحي شاورهم يعني شؤون الدنيا شؤون السياسة شؤون الحرب شؤون السلم شؤون الدولة بناء الدولة أجهزتها لتستظهر برأيهم وتستعين بخبرتهم لما أنت تستظهر برأي ناس متخصصة وتستعين بعقولهم هنا يتمحض لك الحق الخالص بإذن الله تعالى وهذا أيضا نوع في من التطمين للقلوب والدعم للأشخاص بحيث يشعرون أنهم يشاركون في وطنهم يشاركون في بناء بلدهم فهم يحبونها ويعطفون عليها والحاكم الناجح هو الذي يستشير أهل الفطنة والحصافة والرأي والحزم وشاورهم في الأمر ليستن به من بعده من حكام لا يهمل الرعية ولا يظن أنهم يرث البلاد والعباد وأنهم هم الدستور هم القانون هم هم آل هذا وينفرد بكل شيء في تدبير شؤون الناس عائشة رضي الله عنها تقول ما رأيت رجلا أكثر استشارة للرجال من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيت رجلا أكثر استشارة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك العلماء اتفقوا على أن كل ما نزل فيه من الله وحي لم تقع فيه مشورا إذا ما تبت تشاور الناس على قطعيات الدين شرائكة ولم تعرضوا على البرنامان هذا حكم الله لا معقبة لحكمه وهذا يمس العقيدة لكن الشورى فيما لا وحية فيه الشورى لأنها هي يعني طبيعة الشورى شون هي طبيعتها فلسفتها حكمتها الشورى يعني هي فضيلة يعني فيها نوع من تطابق العقل والنقل وأصحاب العقول والشرائع كلها حمدتها وصدقت الأيام يعني عظم جدوها الشورى حتى كان الشعر بشار بن برد بشار بن برد بعروف يعني يقول هو عاش من 96 إلى 168 هجرية يقول إذا بلغ الرأي المشورة فاستعن برأي نصيح أو نصيحة حازم ولا تجعل الشورى عليك غضاضة مكان الخواف قوة للقوادم وما خير وما خير كف أمسك الغل أختها وما خير سيف لم يؤيد بقائمه يقول إذا بلغ الرأي المشورة فاستعن لما كن حاجة بالسشير سعن برأي نصيح أو نصيحة حازمي ولذلك الشورى مهمة النبي عليه الصلاة والسلام كان يستشير أصحابه في ما لم ينزل عليه وحي فإذا ظهر الصواب بجانبهم انحاس إلى رأيهم لأن الشورى طبيعة الشورى أن تكون في أمور تتفاوت وتختلف فيها العقول تختلف العقول في إدراكها ووزنها وما يرتبط بها من نفع وضرر والنظر للعواقب وما يتمخض وينتج عنها من نتائج يعني دقيقة أو جليلة ولذلك في الشؤون التي يصح للمجتمع يعني يعني التي لم يتكلم عليها الوحي لابد من فتح مجال الشورى ويكون هناك مجلس لهذا الأمر حتى لا يستبد طبعا الشورى في الأمور الحياتية يعني ما تبتشاور حقائق العلوم ولا علم الفلك ولا الفيزي ما في شورى خلاص وكذلك لا مشورة في قواعد الدين الثابتة إنما مجال الاجتهاد المواقفة التي استشار فيها النبي صلى الله عليه وسلم صحابته كانت مما يتناوله الشأن العام والاجتهاد العام ما لم ينزل عليه وحيد ما لم ينزل عليه وحيد ولا بد نعرف حاجة إن الأنبياء عليه وسلم أصحاب الرسالات وال وال والمصلحون وأصحاب القيم ليسعون لتغيير الأوضاع الضالة ومنحرفة ومحول الخرافات التي قائمة وإصلاح عقول الناس المعوجة هؤلاء يعني كالأنبياء وقادة الفكر دين الأنبياء المصلحين لا بد عندهم حاجرة أساسية لا يعنيهم في أداء رسالتهم الفاضلة تآلب الجهال عليهم وذلك القرآن قال للنبي صلى الله عليه وسلم وإن تطع أكثر من في الأرض يظلوك عن سبيل الله أن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرسون يعني يعيشوا كما يقولوا مع تقاليدهم وعرافهم خطأ مش خطأ مش علاقة لكن المصلح المال سيرش أبدا فمن ضمن التقاليد والعراف إن لابد منقذ واحد واحد هو السبرمان هو اللي فيه كل شي واللي قولها ماشية ولما يطلع يتكلم بطريقة استعلائية كيف معقولة تظن أنه فلان رب أعطاه شيئا ما أعطاه للناس لآخرين كيف هو النبي سيد البشر وزعيم الزعماء هو كان يستشير أصحابه لذلك نتعلم من الإسلام يا إخوة نتعلم من ديننا أن طغيان الفرد في أمة ما جريمة غريضة غريضة جدا ومهينة ويجب أن نقف ضدها وأن أن الحاكم المستبد لا يستمد بقاءه المشروع ولا يستحق ذر من التأييد إلا إذا كان معبرا عن روح الجماعة ومستقيم معدفه الحاكم لا يستمد حقيقته ولا وجود إن من الأمة من ثم الأمة الأمة هي وحدها مصدر السلطة والسيادة غير السلطة السلطة هي لابد أن نزول على إرادتها وفردتها والخروج على إرادة الأمة هذا تمرد مصادرة الدستور هذا تمرد ومصادرة الدين هذا تمرد ولذلك نصوص الدين وتجارب الحياة تتضافر لتؤكد لنا أن طغيان الفرد أعظم جريمة المسلمون فهموا هذه الحقيقة من تعاليم دينهم ومن الكوارث التي نزلت فيهم بعد الخلافة الراشدة تغيرت الأمور تغيرت فمستحيل أن ينسى ويجب أن لا ننسى منطقة ديننا في تأسيس الشورى ومنع انقلاب الأوضاع على انقلاب الأوضاع الدستورية انقلاب الأوضاع الدستورية وعودة لون من ألواء الحكم الفردي وطغيان الفرد أو وضع قوانين عرفية أو أوامر عسكرية هذا ظلم العياذ بالله حتى بعض المفسرين اللي يقولوا هل الشورى ملزمة ولا معلمة يعني أنا عندي رأي خاص بي يعني سبحان الله كيف الشورى معلمة ولا ملزمة كيف يعني فائدتها إذا ما كانتش ملزمة لم تكن ملزمة ما فائدتها كيف يعني كيف نقوم مع وجاج الفرد كيف يقوم مع وجاج الفرد إلا إذا كان من حقي أن يتقيد بالله إلا إذا كان من واجب عليه أن يتقيد بالشورى ما تقوم مع وجاج إنسان إلا لما تقول لا أنت من البداية قبل ما تحكم أنت رأي الشورى ملزمة عليك أين في حياة رسول الله صلى الله وعلى وسيرة خلفائه ما يدل على أن الحاكم إذا خرج عن رأي مستشاريه ومضى في طريق واحدة أين تلقوها أن استبد برأي ما فيش هذا الكلام ولذلك حتى في الدمقراطية الحديثة يعني تخضع يخضع الحاكم لرأي يعني الكثرة ويراقب حيث لا يستبد ويفصل بين السلطات مش هو القانون هو الدستور هو السلطة القضائية هو السلطة التنبيذية هو السلطة التشريعية مش بالضرورة يكون هو وراء مرت عبر عبر صبيانة ليستخدم فيهم ويبثهم في في الإعلام وفي السلطات الأخرى القضائية والتشريعية فإذا أنت تريد أن تطلق سلطة الحاكم المطلقة وطاعة ولي الأمر المطلقة فيش فايدة الشورى إذن فيش فايدة الشورى لابد الشورى تكون ملزمة له وهذا يعني بحث طويل يعني لكنه مبتوط الصلة بالحياة الواقعة في بلاد الإسلام الغرب بعض التجارب وصلوا إليها خلاص الحاكم خادم للأمة خادم حقيقية هم مبناش مبناش نوصل لما وصلنا نحن قيم الإسلام وتعاليم الإسلام تأمرنا بالشيها ما فيش واحد إذا قال لا معقبة لقوله ولا لحكمه ولذلك هم يدعمون المستبدين يدعمون الحاكم المطلق يقتل شعب هم صلح ويكرهون أي نبتة من خير في بلد ما يمنعون ظهورها ولذلك نحن عندنا الحكام المستبدون يظهرون فجأة كالنبات الشيطان لا تعرف كيف ظهر ولا من تعاهد تنام الشعوب ليلها وتصح نهارها ويتنظر في حكامها اللي يقولوها ماشية وخلاص طويل العمر وواحد حط كندرت نتذكر وواحد حط كندرت تسموه فيه هذا متعلي مرات هذا ولي العهد محمد بن زايد حط الحذاء على راس يقول على راس هذ ذليل هذا بالله علي هذ ذل هذا لأن الحاكم المستبدق يحط الاستبداد يعطل كل الطاقات جهل في كل شي شو اتنين واربعين سنة احنا قعدنا في استبداد راه اللي بيعيش من أجل يقدم الخبز على الحرية حيفقد الخبز حيفقد الحرية لذلك العصر الحديث سبحان الله دول تضبط فيها تستيق وعقد وكذا حروب والدستور يحطوا الشروط يعني هذه الشروط من أجل الوطن ومن أجل الاستقرار يرضى بها الإنسان الوطني يرضى بها مش عينة خلاص على الكرسي وخلاص شاء الله أنا وبعدي الطفان هذا ضلال مبين وظلم عظيم لذلك نحنا لابد أن نخرج من تقديس لا قداسة لرأي أحد ولا يعني كيفونا سلوكنا إن النفلان وهذا يجري فيه الإعلام الإعلام المضاد النفلان هو البطل وإن هو كذا وإن هو كذا وإن كذا لكن الحقيقة الحقيقة إصرارهم عليه هو دليل إنه خدمة مآرب أخرى يعني شوف أنت الآن دولة الإمارات كيف تحارف الإسلام وتحارف أي استقرار في دولة عربية ناشئة ليش لماذا هذا هو يقول لك النموذج الناجح هي الكيان اليهودي الإسرائيلي الصهيوني كيان الصهيوني كيان الصهيوني رئيس حول رئيس حول رئيس بزراء ودولة هشة هي لكن النموذج في داخلهم ديمقراطي يتبادلون للسلطة وكذا ماكرون واحد اصفع على وجهه حكمه بربع شهور وقالت نحن يصفوه طول رغم أنه خط هذا الفعل لكن شعوب ضحت وقدمت حتى قامت في هذه هذه الأنظمة لقايم مع العدل يمشي رئيس ويعدي الرئيس وانتهى الموضوع لكن نحن نقوله كل مرة ضلعينا مجموعة من الجهلة جماعة النعلة عليكم أظهما يعرف اللعنة من النعلة وجماعة تعلمون وأنتم تعلمون ونحن لا نعلم المهابي لها ضمة كيف يخذوا بلادها ضمة ضمة عندما جندة خارجية ينفذوا كل شيء ولذلك الغرب حريص على وجودهم الغرب ربما يتوصلش مع الأحرار ما يبعوش بلادهم لازم تعرفوها ويجيك واحد يقول لك يسعفوه بفتاوة متاعه ضاعت ولي الأمر كذب كله هذا النبي صلى الله سلم يستشير أصحاف ضموها هذه ما لم ينزل فيه وحي يجي تقول لي فلان لا يسعل عما يفعل واللي يقولها ماشية وربما قال لك ربما هو عند أشياء نحن لا نعلمها أشياء التي لا نعلمها عند الله سبحانه وتعالى نسلم لحكمته لحكمته المطلقة وعلمه المحيط وإذا نزل بنا شيء من محن نوكن أنه في طياتها الملح والعطاء لأن الله والله يعلم وأنتم لا تعلمون لكن تعطي هذه الصفة لبشر بحيث لا ينتقد ولا بالعكس لابد من سحب السلطات ووضع الدستور ما يكونش طاغية ويكون إنسان مستبد فهنا نقول لا قداسة لرأي إنسان كله ناخذ ونعطي وزي ما كانوا يتناقشوا في مجلس النواب على الرئيس عجبتني كلمة الأستاذ سيمال فقية قال كيف واحد قاسم على دستور عنده جنسية من بلاد أخرى أمريكية والأنجليزية قاسم على دستور هذا وشي بيقسم على دستور هذا تبا يوفي بأي دستور هو هو حق المواطن مواطن ما قلنا شيء لكن هذا رئيس دولة رابع سهل والله عوض مجلس النواب كيف عنده جنس تبا كي مجندين ولا حاجة وقعت صبيانها في الإعلام يطلعوا فيه والدول تدعم ليش 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 الباطل الباهد المعتب نحن من جش بالعصار نحن في مرحلة التغيير والتغيير ياخذ وقت والأحداث الضخمة أطول من أعمارنا لابد تفهموها المهم تقف موقفا صحيحا مشرفا مع الحق وتقضي عمرك القصير هذا وأنت واقف في طريق صحيح يعني حتى لو وقفت مع الباطل الباطل له سنن حتى ما يتمكن بي علي عمرك أنت لكن تلقى ربك وأنت ملي بالخزي وتاريخ ملي بالعار ارجع إلى دينك فرق بين الشورى والاستبداد ضد الإسلام ضد إن إنسان يستبد برأيه رأي الجماعة لا تشقى البلاد به ورغم الخلف ورأي الفرد يشقيها يعني يختلفون تناقشون لكن رأي واحد السبرمان هذا ما فيش طيب خلينا قبل ما ننهو هذه الحلقة نستقبل بعض الرسائل قال ألا ترون شيخا أن سبب هذا هو التشريع الديني من قبل علماء السلطان بدلا من حكم معاوية رضي الله عنه وتوريث ابنه وكاة النقطة الفارقة هي نعم تبقى عليك أنا قدتها يعني ما بدأ الحكم الوراثي تغييت محرفا نحن نرجع للأصل ونحفظ لهم مكانتهم الخلافة الراشدة وبعدها قدت أسر تحكم لكن تجارب الحكم يا إخوة تجارب الحكم هي ما فيش حكم شكل ديني والله إسلام هي مبادئ شورى أما كيف تحكم انتخابات يعني فدرالية كونفدرالية رئاسي برناماني هذا متروك لكل شعب خصوصيته لكن القيم والمبادئ تقعد واحدة تقعد واحدة مش بالضرورة التجربة اللي تمشي في أمريكا تمشي علينا كل أمة خصوصيتها طيب 24-37 بارك الله فيك وفيك بارك الله طرح قيم مفيد 53-37 بارك الله فيك بارك الله فيك السلام عليكم وعط الله وحبكم بالله حبك الله الذي أحببت له 29-01 طيب يا شيخ هبما حكما أضع صورة الشخصية في حساب الخاص والله منش عارف هو صورة ولا صورتك ولا صورتك منش عارف صورتك إذا كان بحجابك وكذا ما فيش ما يمنع لكن لا أنصح بذلك لأن الصور يتلعب بها ويحط فيها في مواقع يعني ويركبوا فيها لا أنصح يعني لا أنصح بذلك خشية التلعب بصورتك بصورتك إن كان السائل وسائلة يعني حتى لا يتلعب بها ممن لا أخلاق لهم هذا بحيث الرأي والمشور ما ويش فتوى لكن إذا كنت لابس لباسك الشرعي وليس على وجه تلك المساحق فلا مانع لكن لا أنصح حتى في جانب المرؤة وما لا يلق يا شيخ يا شيخ أنا عندي سحر وزوجي وحاول ابتزاز هذا موضوع طوين موضوع السحر أول حاجة كيف عرفت عندك سحر يعني هذا يبي إثبات في مرض نفسي بشي ضروري سحر يعني في كثير من الناس يتكئون على السحر لكن يحتاج لإثبات أنه في 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 مرض أمرض نفسي أو فيه مثل سوء تدبير في الحياة الزوجية السؤال طويل هو يحتاج إلى أن رحلة الحلقة القادمة باش نقرب تماعن وتريث ووجيب بإذن الله تعالى التقيكم إن شاء الله الحلقة القادمة بإذن الله تعالى دم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نسعى إليها ولا يسعى لها إلا مواتي فأقبل نحو رضوان مقيم وفوز في غد لا شك آتي